هل هدأ لهيب الغضب والنخوة العربية في دير الزور؟ هل لازل الإصرار على كسر الخوف ورفض الظلم وإخراج عصابات مرتزقة من المناطق العربية؟ هل ذهبت انتفاضة قرابة الشهر من العشار العربية أدراج الرياح؟ هل لازل أهالي دير الزور متمسكين بعبارة هذه أرض وأرض أجداده؟ وماذا عن عصابة قنديل؟ هل استطاعوا إقناع الأمريكيين بإخماد انتفاضة العشار؟ وماذا فعلت هذه العصابات؟ للعشائر حتى بات الناس يقولون امتهت ثورة العشار العربية على العصابات الانفصالية كل هذا وأكثر نناقشه اليوم فأهلا ومرحبا بكم في ملفات شائكة هدأ أزيز الرصاص شرق سوريا وتمكنت ميليشيات قصد من بسط سيطرتها ولو نسبيا على المدن والبلدات التي انتفضت بوجهها حيث دخلت عدة قرى بعد مفاوضات مع عشائر موالية لها ووعدتهم بعدم التعدي على من ثار بوجهها لكنها لم تلتزم بوعودها فطعنت بمن وثق بها وبدأت حملة اعتقالات واسعة في الباغوز والبصيرة والجيعة والحصان والذيبان أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الأهالي فيما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيات اعتقلت عشرة أشخاص في قرية الحصان وخمسة عشر آخرين في قرية الجيعة غرب دير الزور من بينهم رئيس اتحاد الفلاحين في المنطقة استمرت قصد بانتهاكاتها بحق الأهالي فأحرقوا بيوتا للأهالي في الطيانة وقتلوا الطفل أحمد الخفاجي كما أصيب ثلاثة آخرون أثناء محاولتهم العودة من الميادين باتجاه ذيبان مسقط رأس إبراهيم الهفل متزعم الحراك ضد ميليشيات قصد والذي يصر على استمرار مواجهتها عسكريا وسياسيا حيث دعا عبر تسجيل صوتي قبل أيام قليلة لستمرار القتال حتى تحقيق النصر إضافة لخروج مظاهرات مناهضة للمحتلين جاء ذلك بعيد حديث لقائد عصابات قصد مظلوم عبدي على موقع المونيتور أبد فيه استعداده للحوار معه وجها لوجه المراقب لأحداث دير الزور يدرك أن التحالف الدولي التزم الصمت حيال استخدام قصد لجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وقدم لها دعما لوجستيا وعسكريا لإنقاذها من مأزقها ثم يأتي التساؤل الآخر أين تبخرت أرتال العشائر التي توجهت لمؤازرة أبناء المنطقة الشرقية ولماذا تأخرت في تقديم العون وإشغال قصد فعامل الزمن أثر بشكل كبير على مجريات المعركة وخاصة أن أبناء الشرقية يخضون معركة في منطقة مغلقة لا يمكن إيصال الدعم لها بشكل مباشر فما هي السيناريوهات التي تنتظر أهالي المنطقة في ظل وجود قصد ودعوة عدد من شيوخ القبائل كإبراهيم الهفل للمضي حتى تحرير البلاد من وجود قصد بسم الله نبدأ وحلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي بشيخ مضر الأسعد المنسق العام للمجلس الأعلى للقبال العربية من الحدود السورية التركية وأيضا معي من باريس الصحفي فراس علاوي رئيس تحرير موقع شروق نيوز مرحبا بكم أهضيوفي الكرام والبداية معك شيخ مضر شيخ مضر يعني قرابة الشهر كان حافل في المعارك بين العشاء والقبال العربية في دير الزور وميليشيات قصد اليوم كيف تجري الأوضاع ميدانيا في دير الزور تفضل حياكم الله الرحمة للشهداء الشفاء للجرحة الحرية للمعتقلين والأسرة لا شك بأن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة في منطقة الجزيرة والفرات وفي محافظة دير الزور بالذات لا شك كذلك بأن ميليشيات البيضية قصد الإرهابية ما زالت تواصل نهجها الإرهابي والإجرامي بحق أبناء الفرات وبحق أبناء بلدات الفرات من ديبان إلى شحيل إلى قرى شعيطات إلى الباغوز إلى أشعفة إلى بقية البلدات وبقية المزارع والقرى وراح ضحية ذلك الكثير من الأبرياء بين قتيلا وجريح وكذلك أقدمت هذه العصابات الإرهابية والتي جاءت من خارج الحدود على عمليات حرق المنازل كذلك على عمليات التعفيش وسلم المنازل بالإضافة إلى الاعتقالات والمداهمات على أطراف البلدات وعلى أطراف المدن إضافة إلى الدخول إلى بعض المزارع الصغيرة واعتقال الشباب وحتى الكهول إضافة إلى عمليات الاغتيال التي طالت حتى الأطفال هذه نقطة أولى النقطة الثانية ما زالت كذلك هذه العصابات تحاول اختراق المدن الكبيرة مثل ديبان أو قرى شعيطات أو كذلك أشحيل من خلال الحصار الكبير المفروض على هذه المناطق عندما أقدموا على قطع المياه والكهرباء إضافة إلى منع دخول المواد الإنسانية والإغاثية إلى هذه المناطق وكل ذلك من أجل تجويع البشر وكذلك من أجل اتعاب الناس حقيقة الشعب في هذه المنطقة هو بالأساس كان يعاني من شح المواد الإغاثية والإنسانية والأدوية بسبب انقطاعها من قبل تنظيم البككة الغابي الذي عمل في السنوات الماضية على منع دخول الأدوية بشكل كافي وحتى الأدوية التي كانت تدخل فهي من تهيئة الصلاحية وكذلك حتى المواد الإغاثية التي كانت تدخل كذلك كانت من تهيئة الصلاحية إضافة إلى ذلك هناك نقطة رابعة ومهمة جداً بأن تنظيم البككة الغابي عمل على تدمير البنى التحتية في السنوات الماضية كذلك من خلال تدمير المشافي والمصوصفات والمدارس والمعاهد إضافة إلى الطرق العامة طيب شخص مضر كل شيء من السلبيات مارس هذا التنظيم بحق أبناء هذه المنطقة والنقطة الخامسة كذلك هي مسألة التجنيد الإجباري والقسري وخط الأطفال إضافة إلى سرقة الموارد النفطية والغازية والثروات الباطنية والحيوانية بالإضافة إلى تهريب المواد الزراعية وكل ذلك يتم تهريبها إلى نظام الأسد أو إلى خارج سوريا وسرقة المال العام هذا الموضوع جعل المنطقة في حالة من الفقر مما جعل شعب محافظة دير الزور وقبله طيب شيخ مضر نعم شيخ مضر والرقى بأن ينتفضوا ضد تنظيم البككة الإرهابي أكثر من مرة ولكن هذه الانتفاضة وهذه الثورة من أبناء محافظة دير الزور حقيقة كانت قوية وكانت عامة وشاملة لذلك ما زالت حتى هذا اليوم المعارك مستمرة بين شباب القبائل العربية وبين تنظيم البككة الإرهابي طيب شيخ مضر نعم الآن يعني الوضع واضح أنه يعني متجه نحو التهدئة بعدما دخل الأمريكيين وتم تسليم بعض الأليات لمليشيا قصد هل العشار لازلت لديها رغبة في إخراج المليشيات الكردية من المحافظات العربية المحتلة؟ نعم نعم عزيزي الكريم أولا هناك أريد أن أغير مصطلحية ليست مليشيات كردية الأكراد براء من هذا التنظيم الأرهابي حقيقة تنظيم البككة هو تنظيم أرهابي تنظيم عالمي هو يعني مستثمر من كثير من دول العالم لتنفيذ الأعمال الأرهابية القذرة ليس في سوريا فحسب بل في العراق في تركيا في إيران في بقية دول العالم هذه نقطة أولى النقطة الثانية الأهالي كانت مطالبهم واضحة أبناء العشائر والقبائل العربية كانت مطالبهم واضحة أول هذه المطالب هي وقف الاعتداء على أبناء محافظة دير الزور أو على البلدات العربية هذه نقطة أولى النقطة الثانية خروج هذا التنظيم الأرهابي من كامل المناطق العربية والتي تأثرت من هذا الاعتداء والتي تأثرت بالحرب التي شنها هذا التنظيم الأرهابي وهي المناطق من جنوب الحسكة إلى وادي الفرات هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة وهي كذلك نقطة مهمة جدا أن يتم الإشراف وإدارة هذه المنطقة بشكل كامل من أبناء العشائر وأبناء القبال العربية لأن لديهم الكفاءة العالية إذا كانت الكفاءة العسكرية والأمنية والاقتصادية والتربوية والتعليمية وفي كافة مجالات الحياة فلماذا يأتي علينا تنظيم غريب وجاء من خارج الحدود بأن يقوم بإدارة هذه المنطقة وهذا الشيء مرفوض رفض قاطع من أبناء محافظة جيريزور ومن أبناء كل القبال والعشائر العربية في منطقة الجزيرة والفرات أنتقل إليك أستاذ فراس أستاذ فراس برأيك هل بالفعل كان هناك تخاذل وخيانات من بعض القبال والعشائر العربية تخلت عن القبائل المنطفضة ضد ميليشيات قسد في دير الزور؟ تحية لك يا مساء الخير لك وردك الكريم والسادة للمشاهدين كلمة خيانة هنا أعتقد بأنها كلمة في غير سياقة تأتي ما خاصل هو انتفاضة لجزء من أحالي المنطقة وخاصة أحالي قبيلة العجيادات مطالبة بحقوقهم المسلوبة من ميليشيات قسد ما جرى هو ربما نوع من عدم تنسيق ربما هو نوع من عدم وحدة الهدف باتجاه تحقيق إخراج قسد أو ربما خلاف على الإسلوب أو التكتيك الذي من الممكن أن يحدث فيها المنطقة هذا حدث لم يكن الأول من نوعه ما جرى أمس خلال أيام السابقة جرى ربما عندما دخل التنظيم إلى مناطق ذاتها كان هناك أيضا عدم تعاون بين القبال ربما كل طبيلة أو كل عشيرة أو كل منطقة ترى بأنها لديها أسلوب خاص للتعامل مع قوة الأمر الواقع ولكن حقيقة الأمر بذات الوقت لا ينطل هذا الأمر على العشائر بشكل تقليدي يعني ليس كل أبناء العشيرة لم ينخرطوا جميع العشائر انخرطوا في قتال ضد ميليشيات قسد ولكن بشكل أفراد يعني هناك أفراد من كل العشائر انخرطوا وبذات الوقت هناك أفراد من هؤلاء العشائر اللي قاتلون مع تنظيم قسد لذلك يعني لا نستطيع أن نصبغ صبغة كاملة على العشائر بأنهم قاتلوا مع التنظيم أو قاتلوا التنظيم فكرة القتال بشكل كامل لم تكن تعاون عشائر كامل طيب أستاذ الشائر أستاذ اللي لا يتملك جيش يعني الشائر هي عبارة عن أفراد مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة قاوموا على أرضهم لم يعتدوا ولم يهاجموا بشكل قوات نظامية هم لا يملكون مجلس الأسكري ولا يملكون أيضا قوة أسكرية منظرهم طيب أستاذ فراس يعني ما الذي يعني يجبر بعض الأفراد كما تحدثت على الرغم أنه يوجد قبائل تساند ميليشيات قسد ما الذي يجبرهم على الانضمام لميشي قسد ومساندة ضد العشائر العربية أو يعني في الاحتلال في احتلال مناطق العربية ما مدعي مبدئيا يعني إذا ردنا نحكم بهذه الطريقة علينا أن نعود إلى سنوات إلى الخلف هذه المنطقة مجبرية بخطة من سلطة الأمر الواقع بأن يكونوا ضمن قوة القسد مثلما هم موجودون ضمن الجيش الوطني ومثلما هم موجودون ضمن تحرير الشام ما حدث بأن هذه المنطقة أجبروا من أجل إخراج تنظيم داعش من المنطقة بأن يقاتلوا تحت تنظيم قسد بسبب أن التحالف طلب منهم ذلك لم يستطيعوا إخراج أو لم يستطيعوا الحصول على دعم لقتال التنظيم إذا لم يكن قتالهم مع ميليشيا قسد في المنطقة تمام طيب أنا أنتقل إليك أستاذ شيخ مضر يعني حملة الاعتقالات التي رأيناها وقرأنا عنها كبيرة جدا ماذا تهدف قسد اليوم من هذه الحملة؟ من تستهدف تحديدا في حملة الاعتقالات؟ أخي الكريم أولا مهما أعلنت ميليشيات البيضية قسد عن هدن أو عن اتفاقيات أو عن أمور أخرى من أجل إنهاء ما يجري في وادي الفرات فقسد غير موثوق بها نهائيا هي دائما تغدر الغدر شيمتهم الغدر عنوانهم ولذلك نجدهم بأنهم اليوم قاموا حقيقة بحملة اعتقالات واسعة جدا فكل من يخرج أو يدخل إلى أي مدينة فالاعتقال مصيره كذلك عمليات الخطف موجودة وخاصة في عملية التنقل بين المدن وبين القرى وبين المزارع هناك الكثير من أبناء المناطق يريدون زراعة أراضيهم يريدون سقاية أراضيهم فهؤلاء يذهبون إليهم ويتم القبض عليهم على أساس أن هؤلاء يشكلون خطر على تنظيم البككة الإرهابي والكثير من هؤلاء حقيقة هم كبار السن ولكن الملفت حقيقة الملفت بأن هناك عملية تعامل قذرة وعملية تعامل وسخة من قبل تنظيم البككة الإرهابي اتجاه الذين يتم القبض عليهم فالتعذيب وكذلك الضرب المبرح كذلك الإهانة وكل ذلك أمام الأهالي أو أمام الأطفال وهذا الموضوع هو من أجل زرع الرعب في نفوس الجميع كذلك من أجل إهانة أبناء منطقة الجزيرة والفراد وبشكل عام وبشكل عام أستطيع أن أقول بأن تنظيم البككة الإرهابي يسعى يسعى إلى أولا إلى زرع الرعب بين أبناء المنطقة من خلال القوة التي يقوم بها من خلال القصف المتواصل من خلال وجود الراجمات ووجود الهاوانات وكذلك من وجود الصواريخ التي لديهم وهي كلها حقيقة مقدمة من التحالف الدولي ومن قبل أمريكا على أساس هي من أجل مقاتلة تنظيم داعش ولكن بعد ذلك أصبحت هذه الأسلحة تقتل الأهالي الذين قاتلوا داعش والذين وقفوا ضد داعش والذين هم من طرد داعش وهذا حقيقة شيء محير من قبل أمريكا ومن قبل التحالف الدولي هناك الآلاف من الشباب الذين تم اعتقالهم في الحملة الأخيرة أو في السنوات الماضية ولذلك يجب أن يكون هناك تدخل دولي من قبل الأمم المتحدة من قبل التحالف الدولي من قبل الدول العربية الشقيقة من أجل حمايته حقيقة من أجل حماية أبناء القبائل العربية من أجل حماية الشعب السوري عما يتعرض له من حملة إبادة حقيقية من هذا التنظيم الإرهابي وكذلك حملة تهجير ممنهجة للعرب ولأبناء القبائل العربية خارج سوريا حقيقة هناك اتفاق ضمني أو اتفاق سري أو اتفاق معلن أو غير معلن هو بين الميليشيات الإيرانية والصفوية وبين تنظيم البككة الإرهابي هو من أجل إجراء وتنفيذ سياسة التغيير الديمغرافي في منطقة الجزيرة والفرات كذلك من أجل جلب الكثير من المرتزقة من بقية دول العالم وإسكانهم في هذه المستوطنات التي يتم إنشاءها من قبل تنظيم البكك الإرهابي ويتم إنشاءها من قبل الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على الجهة اليسرى عفوا على الجهة اليمنى من نهر الفرات أي منطقة الشامية وهذا الشيء هو الذي مطبق على الأرض حاليا نعم أعود إليك أستاذ فراث أستاذ فراث هل تتفق مع الشيخ مضار من ناحية الاتفاق الذي يجري بين ميليشيا قصد وميليشيا الإيرانية من أجل التغيير الديمغرافي في المناطق العربية في دير الزور وفي كل سوريا لا في كل سوريا حقيقة الأمر إذا تحدثنا بمنطقة أنه جميع متأمر علينا فهذا ضعف مننا هناك أكيد هناك في نوع من التنسيق أصلا داخل قصد هناك تيارين تيار موالي بإيران والتيار لا غير موالي الفكرة الأساس التي أريد أن نقولها بأن جميع قوى الأمر الواقع بكل على الجغرافي السورية تمارس ذات السياسة يعني الميليشيات الإيرانية تمارس ذات السياسة التي تمارسها القصد وهذا لا يعني بأننا نتحدث بأننا ضحية وبأن هناك مؤامرات علينا وبأن هناك توافق وإلى آخره هناك استفادة من كل الطرفين في مكان آخر وخلاف في مكان آخر سواء كان القصد أو الميليشيات الإيرانية ولكن حقيقة الأمر بأن ممارسات قصد على الأرض هي تشبه الممارسات الإيرانية في منطقة أخرى أيضا هناك شيء مهم جدا في الجغرافي التي نتحدث عنها في منطقة سيطرة التحالف الدولي هناك سبع قرى شمال نهر الفرات تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية وهي محاقدة تماما لمواقع القصد لم تطلق طلقة واحدة ما بين الطرفين يعني أي احتكاك لم يحدث أي احتكاك بين الطرفين هذا يعني بأن هناك نوع من التخادم إذا لم نريد استخدام مصلحة أن هناك تنسيق أو غيره هناك نوع من التخادم ما بين الطرفين أو هناك نوع من توازع القوة وهذا يعني غير مرتبط فقط بالقصد أو بالميليشيات الإيرانية أساسا مرتبط بالتحالف الدولي التحالف الدولي عندما أنشأ القصد كان هناك مفاوضات قبلها مع عدد من الفصائل العربية كان اشتراف التحالف الدولي هو عدم قتال النظام وعدم قتال النظام يعني عدم قتال الميليشيات الموجودة معه وهذا ما وافقت عليه القصد إذن منذ إنشاء قصد هي لم تنشأ لقتال النظام ولم تنشأ أساسا لتكون جزء من الثورة السورية أو جزء من الحراك السوري وإنما كانت فقط لمقاتلة التنظيم وهذا ما صرح به ترامب وصرح به فوتير وصرح به أكثر من مسؤول بالكونجر بنتاجون أو بالخارجية الأمريكية بأن قصد هي فقط ورقة لقتال التنظيم وعندما ينتهي قتال التنظيم سوف نتخلص منها للاسف انتهى قتال التنظيم ولم يتخلص التحالف منها بأن الأمر الأهم حاليا هو كيف نستطيع دعم هذه العشاء ودعم حراكها وتحوله إلى حراك حقيقي منظم سياسي ومدني من أجل إعادة فرض نفسها على التحالف وإدارة منطقتها وإخراج جميع القوى الأجنبية الموجودة فيها المنطقة خاصة مقاتلي بيكيكي الذين يشكلون العماد الأساسي وهم من يقودون قصد ومن ثم إعادة بناء المنطقة طيب أستاذ فراس نعم أستاذ فراس كيف تقرأ نظرة التحالف للعشار العربي في دير الزور حقيقة الأمر التحالف ينظر إلى المنطقة بشكل كامل من خلال تجربته في العراق طبعا عندما نتحدث عن التحالف نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية فقط رؤية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بأنها لا تتعامل مع قوة حقيقية موجودة على الأرض خوفا من انقلاب هذه القوة عليها يوما ما وهذا ما حدث في العراق سابقا هي حاولت الاستفادة من هذا الموضوع باستجلاب قوة خارجية على أهل المنطقة وبالتالي فهي تضرب عصفورين بحجر واحد الأول بأنها خففت من مخاوفها أو أوقفت مخاوفها من تعاصل قوة أهالي الأرض وبالتالي من الممكن أن تتأثر يتأثر وجود الأمريكي فيها الأمر الآخر جعلت المنطقة في حالة عدم استقرار من خلال وجود قوة أمر واقع موجودة على جغرافية التي تسيطر عليها هذه النظرة نظرة شاملة للمنطقة ككل وليست فقط في منطقة شرق سوريا أو في سوريا هي نظرة شاملة لمنطقة شرق الأوسط بشكل كامل نحن نرى بأن هناك تخدم أمريكي إيراني مثلا في المنطقة هم لم يعتمدوا على الأغلبية السنية في المنطقة فاعتمدوا على أقلية أقلية شيعية سبب هذا ليس من مصرعة أمريكا استقرار المنطقة وظهور قوة مربما تنافس الوجود لأمريكي في المنطقة من هنا تنتقلون نظرة التحالف سواء كانت للعشر أو حتى المنطقة بشكل كامل نعم أختم معك شيخ مضر يعني اليوم الوضع في ديازور هادئ ولا يعني لم تتكشف بعد إلى أين تتجه الأمور لكن هل يمكن أن تستعيد العشارة العربية زمام المعركة من جديد وتستطيع أخراج ميليشيات قسد من المنطقة أخي الكريم العشارة العربية هي تقاتل وتدافع عن أرضها عن وجودها العشارة العربية هي موجودة في القرى التي تواجدت فيها بينما نجد بأن تنظيم البكك الإرهابي هو قد جاء من خارج الحدود ولهذا السبب القوة الحقيقية هي الذين يتواجدون في الأرض لذلك هم يدافعون عن وجودهم يدافعون عن أرضهم يدافعون عن أرضهم ولذلك أنا أتوقع أتوقع وهذا الشيء هو ليس توقع بل هو حقيقة ملموسة على أن أصحاب الأرض لا يمكن أن يخسروا أصحاب الأرض سيكون النصر حليفهم وهذه الميليشيات التي جاءت من خارج الحدود أو حتى الذين جاءوا من خارج المدن مع تنظيم البكك الإرهابي وحقيقة هم أغلبهم من العشائر العربية يقاتلون مع هذا التنظيم الإرهابي حتى من قبيلة العقيدات هناك من يقاتل أبناء جلدته وهناك من قبيلة تجبور يقاتل أبناء جلدته ومن قبيلة البقارة يقاتل من أبناء جلدته وهكذا هذه التكوينة وهذه التوليفة التي أوجدتها ميليشيات البككة الإرهابية فمصيرها الاندحار وكذلك مصيرها الخسارة لأنهم يقاتلون من أجل كسب المغانم بينما أصحاب الأرض يقاتلون من أجل الدفاع عن نفسهم وعن أعراضهم هذه النقطة أولى النقطة الثانية حقيقة مثل ما ذكر الأخ فراس ذكر حقيقة جملة وهي صحيحة 100% لقد تم عرض الموضوع قبل تشكيل قسد على العشائر والقبائل العربية من أجل أن تكون هي الحليفة للتحالف الدولي وأنا كنت حقيقة في الاجتماع وهو تم مع قيادة التحالف الدولي ومع أمريكا وحقيقة نحن كانت لدينا شروط من أجل التحالف مع التحالف الدولي ومن أجل العمل مع أمريكا أول هذه الشروط كانت من قبلنا هي مقاتلة نظام الأسد وطرد الميليشيات الإيرانية بشكل كامل من سوريا ولكن التحالف الدولي رفض قاطع وبعد ذلك قبلت قسد بهذا الشر وتم أعطاءها السلاح وأصبحت تملك ترسانة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيف هذه نقطة أولى النقطة الثانية نعم هناك تحالف كبير بين قسد وبين إيران أو الميليشيات الإيرانية فالمربع الأمني الموجود داخل مدينة الحسكة يتواجد به نظام الأسد وتتواجد فيه الميليشيات الإيرانية وحزب الله وهو تحت سيطرة قسد أو تنظيم البككة الإرهابي وكذلك في القامشلي تتواجد الميليشيات الإيرانية وحزب الله إضافة إلى نظام الأسد والجميع ينسق مع بعضه لبعض هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة النقاط العسكرية مشتركة في قرى منبج بين إيران وروسيا وقسد والنظام السوري كذلك في ترفعة هناك المكتب الأمني المشترك بين حزب الله والميليشيات الإيرانية وقسد ونظام الأسد وكذلك القيادة الروسية العسكرية لذلك هناك تنسيق كامل عمل مشترك كامل والجميع يهدف إلى وعد الثورة السورية ومحاربة الشعب السوري والجميع يعمل على تثبيت نظام الأسد والتثبيت بقاء الميليشيات الإيرانية في سوريا نعم نتمنى من الله أن يقوي ويستطيعون العشاء العربي في دير الزور دحر هذه الميليشيات وتحرير كامل أراضي السورية من عصابات الأسد والمحتل الروسي والإيراني أشكرك جزيلا شكر الشيخ مضر الأسعد المنصق العام للمجلس الأعلى القبائل العربية من الحدود السورية وشكر أيضا للصحفي في رأس علاوي رئيس تحري موقع شروق نيوز كنت معي من باريس وشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام العطيب المشاهدة أترككم في راعة الله بحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة